المسؤول ذاتي أعلن عن تنظيم مسابقة في القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل لنزلاء في السجون التي من المنتظر أن يشارك فيها حوالي 8000 سجين حيث تنظم هذه المناسبة المسابقة عفوا كذلك بالمؤسسات الطفولة المسعفة سنعلن نقع مقارب عن مسابقة القرآن الكريم لنزلاء في السجون التي سيشارك فيها حوالي 8000 سجين مع وزارة العدل وربما سنتشرف مع سيد وزير العدل حفظ الأغتام لإعطاء هذه كذلك في المؤسسات الأخرى حتى في مؤسسات الطفولة المسعفة وكذلك في دور الشيخ وخانو وزع مع الزملاء ومع قطاع التضامن للمسحف الشريف يعني هناك حركية في القرآن الكريم زيادة على المدارس القرآنية